منار اللغة العربية المستوى السادس من التعليم الابتدائي صفحة رقم 8 ومشترون مكوّل الإمداء همزة الوصل والقطع 2 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي ومن تتبيعات قناة المرشدية التربوية في مقطع جديد يتعلق بمشيئة الله في إنجاز مكوّن الإمداء أتدرب وأتبق أولا أميز بين همزتي الوصل وهمزة القطع فيما يأتي أليف اختار أعضاء المجموعة مقررا ومقرر المشروع في أثناء الحصة هذه الهمزة هذه همزة وصل تكتب في بداية الجملة الأليف العليا الهمزة فهذه همزة قطع همزة وصل همزة وصل همزة قطع همزة وصل من البنع تكون إجابة مكتوبة تبق معي الشرح وأغرب الغرائب ببلاد الصيني قدرة أهلها على نسخ الصور الآدمية أو الطبيعية هنا هذه الأليف همزة قطع هذي الهمزة هذي وصل همزة أخرى وصل هذي همزة قطع تفقنا هنا همزة وصل هنا عنا همزة الوصل وعنا همزة القطع هذي المد همزة القطع وهذه همزة وصل أضبطه بالشكل التام همزة الوصل و همزة القطع فيما يأتي اقتربة و اقتربة إذن هذي همزة وصل موعد الذهاب هذي في حال غرائب في حال مجموعة في حال الصين الى هنا همزة قطع الى و الى الى يعني ما كان قراش هذا الالف إذن همزة الوصل التاريخية أيضا همزة وصل هنا بأكمل و أكمل إذن همزة قطع أحمد إذن همزة قطع مشروع الوحدة إذن هذي همزة وصل سأمشي للسؤال الرقم 3 سأتبع معي و أنا أعطيك الإجابة المكتوبة أرسم همزة الوصل أو همزة القطع المناسبة فيما يأتي صور الصيني همزة وصل لأن هذه الألف و لها العظيم همزة وصل في حال هذه اللي ديرنا هنا الوحدة في حال هذه الصين كتشوفها الغرائب الصور طبيعية يعني الألف و لم هاي القطع هذي الوصل في حال هذه الهمزة يعني غن دير وحدة هنا وحدة هنا من أكبار هنا همزة قطع في حال هذه المباني المباني إذن همزة وصل المعمارية همزة وصل المشيدة همزة وصل وأطول هذه همزة قطع وأطول صور في العالم همزة وصل يعود تاريخه إلى همزة قطع أكثر همزة قطع من 2300 سنة إذن الأجوبة مكتوبة حتى نذهب للأسئلة الأخرى نعم إذن لا تنسوا متابعة القناة ليصلكم كل جديد وشكرا لكم متابعين الأوفياء شكرا لكم على دعمكم لنا منذ أربع سنوات إلى اليوم شكرا لكم لبقي ما اشتركش معنا أتمنى أن يشترك في القناة ليتوصل هو الآخر بكل جديد لقناتنا ومرحبا بكم مرة أخرى ولا تنسوا أيضا الاشترك في قناتنا على الواتساب رابطها موجود في صندوق الوصف نعم أظن أنكم انتهيتم أنتقل إلى السؤال الرقم الأربعة أن أقرأ الجملة وأبرز نطق الهمزة أو عدم نطقها وأحدد نوعها وفق الجدول الآتي هنا لحظ أن أثر الحضارة الإندلوسية ظل أعماق في المدن منه في البوادي عندنا هذه الهمزة وعندنا هذه وعندنا هذه وعندنا هذه وعندنا هذه إذن هنا لحدود الساعة عندنا نوعها عندنا هذه الهمزة وعندنا هذه الهمزة طفقنا هذه بالنسبة الهمزة تقطع أنتقوها أو لا أنتقوها أنتقوها بالنسبة للهنا نوع الهمزة هل هي همزة وصل أو قطع إذن هي همزة قطع بالنسبة لهذه أنطقوها لا لا أنطقوها هل هي همزة الوصل نعم تفقنا إذن هذه هي الإجابة بالنسبة على هذا السؤال سأنتقلون للسؤال رقم 5 أكتبوا أربع كلمات الأولى والثانية تتضمانان همزتي قطع والثالثة والرابعة تحتويان على همزتي وصل يعني سيكون فيها همزة الوصل إذن المثال قلونا الأولى يعني فيها الهمزة أساد إنسان الثانية أمير أرض تفقنا ثم بالنسبة للثالثة اسم استخرجوا الرابعة الساعة والقسم نعم ثم السؤال السادس أقرأ مع أصدقائي وصديقاتي الفقرة ما قبل الأخيرة من نص بلاد الصين ونستخرج منها ست كلمات ثلاثا منها تتضمن همزة وصل وثلاثا منها تتضمن همزة القطع ونبين متى تنطق بالهمزة ومتى لا تنطق بها إذن نحن مشينا للنص بحثنا على كلمات لقنا أشياء إن أحجار وأخشاب هذه همزة القطع ممكن أنكم ضروا يعني إلا لقيتوا كلمات أخرى همزة وصل ترتبطان بمجال الحضارة الصينية تتضمن كل واحدة منهما همزة وصل وهمزة قطع إذن كجواب الحضارة الصينية أعرق الحضارات لاحظ هنا همزة وصل همزة وصل همزة قطع همزة وصل يوجد في الصين أطول صور في العالم إذن أحباء نكونوا وصلنا لنهاية المقطع التربوي ألقاكم إن شاء الله مع مكون الشكل والتطبيقات الكتابية الصفحة رقم 29 لا تنسوا متابعة القناة لتتوصلوا بكل جديد وأيضا كما قلت لكم متابعة القناة على الواتساب لأننا ستجدون فيها مقاطع حصرية بمجرد أن ننشرها هنا في القناة ستجدوها هناك ليسهل عليك العثور عليها إلى اللقاء اشتركوا في القناة